ذكر المرصد السوري أن مجموعة من المرتزقة تنازلوا عن مستحقاتهم المدية وغيرها وفضلوا العودة إلى سوريا على البقاء في أذربيجان نظرا للمعارك الضارية هناك كما رصد المرصد نقل تركيا لدفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان وتتألف الدفعة من أكثر من أربعمائة مقاتل من فصائل مختلفة هذا وكان يتحضرون للدهام منذ أيام إلا أن وقف إطلاق النار الذي جرى حالة دون ذلك حينها ليبلغ بذلك تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة ما لا يقل عن 2050 مرتزقة